طب بالمناسبة بقى النهاردة كان بكرة حيبقى في اجتماع لمجلس ادارة اتحاد كرة القدم بكرة كان حيبقى في اجتماع رسمي لاتحاد كرة القدم تم الغاء هذا الاجتماع حقول لكم بس كواليس بسيطة جدا لماذا تم الغاء اجتماع مجلس ادارة اتحاد كرة القدم ممكن بعد الكلام ده يعملوه تاني ويرجعوه تاني المهندس هانيا بوريدا قاعد مع لواء ثروة سويلة من مدير التنفيذي انا بقول لكم بالاسماءه قاعد مع الوقت ثروة سويلة من مدير التنفيذ الاتحاد المصري لكرة القدم وقاعد مع الأستاذ أو الكابتن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ودرع المهندس هاني ليمين قاعد معاهم بعد طبعا صدور قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي قاعد معاهم وقال لهم إحنا موقفنا إيه إحنا موقفنا إيه حنعمل إيه اتقال فيما معناه إن إحنا موقفنا ضعيف موقفنا ضعيف لإن إحنا بعتنا جوابين للنادي الأهلي دي حاجات يعني حتلاقوه هنا في ملعب الأهلي فقط مش حتلاقوه في حاجة تانية الجواب الأول ولو سمحت يا سامير لو هو معاك نزل هلنا على الشاشة الجواب الأول صادر رقم أربعة خمسة أربعة بتاريخ ثلاثة اتنين سيدة الفاضل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الموضوع اجتماع السيدة رؤساء الأندية يوم ستة اتنين ده الجواب اللي حضراتكو أو كل الناس شافته على مواقع التواصل الاجتماعي هو مع حضراتكو على الهواء مباشرة اللي مع حضراتكو بقى ما شفتهوش تكملت هذه الجوابات تكملت هذه الخطابات الرسمية اللي صادرة من اتحاد كرة القدم للنادي الأهلي وبعد كده النادي الأهلي بيرد على اتحاد كرة القدم وبعد كده اتحاد كرة القدم بيرجع يرد تاني على نادي الأهلي الجواب الأول ده اللي نزل في سوشيال ميديا خلال اه انبارح والنهارت طيب للنادي الاهلي رد عليه العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال له السيدة الدكتور ولو سمحت يا سمير حطهولنا على الشاشة السيدة الدكتور سروت سويلا من المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم تحية طيبة وبعد بإشارة لدعواتكم برؤساء قدية الدوري أو من ينوب عنهم للاجتماع يوم الأربع لمنقشة ما يخص بطورة الدوري برجاء التفضل بإرسال جدول الأعمال برجاء التفضل بإرسال جدول الأعمال والبنود المطروحة للمنقشة في هذا الاجتماع والإشارة من جانبكم بوضوح خدوا بالكم الكلام اللي بيتقال بوالإشارة من جانبكم بوضوح إلى ما سيتم تناوله في هذه الجلسة بخصوص النادي الأهلي ومبارياته في بطولة الدوري حتى يتم عرض الأمر كاملا على مجلس دارة النادي لاتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الأهلي قبل منقشة كافة الأمور في اجتماع رؤساء الأندية يوم الأربع ده كان جواب أو رد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي طبعا بلاء على قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الجواب الأولاني اللي جاء للنادي الأهلي رد العميد سروة سويلم على العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وقال له إيه؟ حطلنا الجواب ده لو سمحت برضو يا جماعة أنا بس عايز أعرف هي الخطابات دي رسمية ولا ودية؟ هو الجمعة أجازة ولا مش أجازة؟ حد يقول لنا يا جماعة الجمعة أجازة ولا مش أجازة؟ هي الخطابات رسمية ولا مش رسمية؟ سيدة الأخ العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الموضوع؟ اجتماع السيدة الرؤساء الأندية مع مجلس إدارة الاتحاد يسعدني عن أهدي سيداتكم قطيب تحياتي الشخصية وتحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد متمنين لسيداتكم دوام النجاح والتوفيق بالإشارة إلى خطاب سيداتكم رقم 248332 بشأن طلب موافقتكم موافتكم بجدول الأعمال السيدة الرؤساء الأندية القسم الأول مع مجلس الإدارة نود الحطى أن السيد رئيس مجلس الإدارة ونقبه كل كلام فقد دع المجلس السادة ورؤساء الأندية القسم الأول أو من ينوب عنهم من أعضاء المجلس لمناقشة الاتحادة رقم واحد الملعب التي سيتم إعلانة تطويرها استعدادة لتنظيم كأس الأمم مما يترتب عليه تعديلات في المصابقات نمرة اتنين مناقشة إدخال نظام الفار الفار في التحكيم ده رد اللواء ثروة سويلم المدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم على عميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ده الخطاب التالت رسمي أولا مش رسمي آآ كابتن أحمد مجاهد رسمي أولا مش رسمي خطاب الرابع خطاب الرابع يعني بصراحة مجلس أدارة النادي الأهلي معلمين 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 بالمعنين معلمين بمعنى معلمين ومعلمين يعني كل اللي انتوا عايزين تقولوا قلوه مش أي كلام بيتقالوا خلاص لأ زي ما فيه ناس بتطلع كده تقولك إيه عصلي دول مش عارف بيعملوا إيه ويعود يزعق ويعمل ويخلي وبتاعه والكلام أي كلام في الهوى الناس حتتجن يا جماعة بعد بعد التمن قرارات دول يا جماعة مجلس دارة النادي الأهلي شايف إيه القرارات اللي بياخدها في حق نادي وفي حق جمهوره وفي حق اسم نادي وبيقولها الناس التانية متضايق لإيه متضايقين لإيه يا جماعة خطاب الرابع من مجلس إدارة النادي الأهلي أو من المدير التنفيذي للنادي الأهلي عميد محمد مرجال للمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والحقيقة خطاب طويل جدا برضو حطه لنا على الشاشة علشان اللي عايز ياخده ياخده والناس اللي عايزة تقراه بالإشارة إلى خطابكم رقم 547 والوارد إلينا بتاريخ كذا نحيطوا عن مسالاتكم بأن ده النادي الأهلي بيرد على اتحاد كرة القدم النادي الأهلي يدعم استضافة مصر لبطولة الأم الأفريقية بكل إمكاناته ويتمنى أن تخرج البطولة بالشكل الذي يليق بإسم بلدنا دي نمرة واحد دي نمرة اتنين تحاد كرة القدم متمثلا في لجنة مسابقته المسؤول عن توفير الملاعب البديلة بالمناسبة الكلام اللي حضراتكم بتقوله ده النادي الأهلي بعته للتحاد كرة القدم يوم خمسة اتنين خمسة اتنين خلاص؟ من يوم خمسة اتنين والنادي الأهلي باعت الجواب ده يعني النادي الأهلي بيرتب علشان يصدر هذه القرارات في حالة ما إذا حصل يوم الأربع اللي فات في اجتماع الرسمي يا كابتن أحمد مجاهد لاتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم متمثلا في لجنة مسابقته المسؤول عن توفير الملاعب وكذا وحال اختياركم الملاعب والكلام ده كله نمرة التلاتة النادي الأهلي يتمسك بأداء مبارياته في الدوري وفقا للترتيب في جدول الدوري المعلن والمرسل رسميا للنادي الأهلي من جانبكم يوم 30 مارس حتى يوم 30 مارس المقبل نمرة أربعة النادي الأهلي هو أول من طالب بتطوير منظومة التحكيم وتطبيق نظام الفي آر وهو ثابت في خطابتنا المرسلة إليكم نمرة خمسة وهي أهم حاجة الالتزام بجدول الأعمال المعلن من جانبكم في اجتماع الغد وأن تكون المناقشات خاصة بالملاعب التي قام عليها بطولة الدوري وتطوير منظومة التحكيم بتطبيق تقنية الفي آر الله عليكم يا جماعة وتفضلوا بقبول وافر التحية أربع خطابات الجمعة أجازة أولا مش أجازة حد يقول يا جماعة الجمعة أجازة أولا مش أجازة أربع خطابات ما بين المدير التنفيذي للنادي الأهلي وما بين المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة القدم بينهم جدول الأعمال اللي فيه نقطتين إذن هو اجتماع رسمي ولا يحق في الاجتماع الرسمي لرئيس نادي الزمالك أن يكون متواجدا في هذه الاجتماعات بناء على الإيقاف القانوني الصادر من الكاف ومن اللجنة الأولمبية المصرية وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل عشان كده النادي الأهلي النهاردة هو بيقول هذه القرارات أو بيتخذ هذه القرارات هي قرارات اتقالتها بالكده جماعة بالمناسبة اتقالت في الجوابات اللي ما بين النادي الأهلي واتحاد كرة القدم ولكن للأسف الشديد اتحاد كرة القدم خرج بتصريحات من المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم وقال فيها أن هذا الاجتماع هو اجتماع تنسيقي ودي وليس اجتماعا رسميا وبذلك يحق لرئيس نادي الزمالك أن يكون متواجدا في هذا الاجتماع أنا معرفش هما بيدفعوا على ايه؟ أو بيدفعوا عن مين؟ وليه بتعملوا كده؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر